بسم الله. بإذن الله النهارده ننتعرف على ماشين جديدة وهي Ayelectrochemical Grinning. والألكتروكيميكال جريندينج زي ما بين من اسمها. هي Grinning. اللي احنا خدناها في الترق الاديمة قبل كدا. الترق العادية التقليدية. وايليكتروكيميكال اللي لاحنا خدناها في فيديوهات قبل كدا. اللي هي الالكتروكيميكال ماشينينج. والفيديو هذا شكرا quest نهارده بقى في الفيديو ده هنيعرف الطريقة الجديدة اللي هي الالكترو كيميكال جريندينج هنجمع فيها بين الطريقتين دول. مبدئيا هي طريقة غير تقليدية بنسميها نون كونفينشل مثل. طب انا اللي خلينا استخدم الالكترو كيميكال جريندينج. مبدئيا الالكترو كيميكال جريندينج الريموفر ريت بتاعها او المعدل اللي احنا بنشيل به الماتيريال من الورك بيس عالي جدا او اربع اضعاف السرعة بتاعة الجريندينج العادل. اول حاجة على ان اتعرف باختصار على تفاصيل العملية دي والرسمة بتاعتها وازاي بتشتغل ووظيفة كل جزء والابليكيشنز بتاعتها واخيرا المميزات والعيوب. وبستخدمها عشان اصنع ايه اللي هي الابليكيشنز. الاسي جي لها مصطلحات تاني عشان لو قابلتك في اي حتة. الكترو ليتك جريندينج او انوديك ماشيينج. تعالوا دلوقتي بقى نشوف الكونستركشن بتاع الالكترو كيميكال جريندينج. وازاي بتشتغل? اول حاجة تعالوا نبدأ بالورك بيس. اللي هي اهم حاجة عندنا واللي احنا بنعمل كل ده عشان نطلع في العاخر بالورك بيس او الشكل اللي احنا عايزين. طبعا ده متوصلة بالجزء بتاع زي اغلب والجزء متوصل بالسليف. طب ده عبارة عن ايه? ده ليه فايدة وحيدة. وانه هو بيوصل من طب ايه بقى هي زي ما قولنا في البداية هنلاقي ان التول هنا شكلها مختلف شوية وهي عبارة عن طارق. دي معمولة من مادة عزلة زي الدايموند. وده بيسبب عندي مشكلة وهنشوفها في ان هو هتبقى التكلفة بتاعة الماشينينج او العملية دي غالية جدا. عشان الدايموند معروف ان هو غالي. والدايموند بتشيل من خمسة لعشرة في المية بس من الورك بيس. طب والباقي بتشيل ازاي? الباقي بقى بنقلنا للجزء التاني من الرسم. بنلاقي ان ما عندنا هنا محلول الكتروليتي موجود في التانك بقى ده الالكترولايت تانك. بيبدأ ان البامب زي ما قلنا في فيديوهات قبل كده ان البامب ده هو عبارة عن مطور. فبيسحب الالكترولايت ويعديه على الفلتر. طب الفلتر ده فايدته ايه? ان هو بينقل محلول الالكتروليتي من الشواب. وبعدها بينقلهم ليه البريجر جيج والفلوميتر. ودون فايدتهم ان هما بيوروا لي البريجر والسرايان بتاع المحلول الالكتروليتي اللي مسحوب بواسطة المطور زي ما قلنا او البامب. والبريجر جيج والفلوميتر ليهم فايدة من ناحية الامان. وان هو لو لو اي حاجة فيهم تعدد او الحد المسموع. بيبدأ ان الالكتروليتي اللي موجود جواهم بير. فالمحلول الالكتروليتي اللي مسحوب بواسطة البامب. بيبدأ ان هو يطلع عندي من النزل. ويبدأ يطلع على الوركبيس. خلي بالك طبعا ان ما فيش تلامس بين الجريندينج ويل والوركبيس. وبالتالي بس في مسافة صغيرة جدا بينهم وهي عبارة عن او بوينت او توينتي فايف ميلي ميتر. يعني مسافة صغيرة جدا. من ضمن استخدامات برضو الالكترولايت. ان هو بيعمل لي الاتصال الكهربائي او الالكترو ما بين الجريندينج ويل والوركبيس. عشان يساعد في عملية المتر يبقى النزلعدي هنا بيعمل ايه? ان هو بيوجل المحلول الالكتروليتي ناحية عشان يساعد في عملية بتاع الماتيريال من الوركبيس. طب اخر حاجة معنا هي الطب ده فايدته ايه? ان احنا وانحنا بنطلع المحلول الالكتروليتي من النزل اللي ما بينزلش على الوركبيس بابدأ ان انا جمعه في تانك الاستخدامات بعد كده. اخر حاجة معايا ان الجريندينج ويل دي بقدر احركها في الاتجاه اللي انا عايزه ومش سابته معايا. ودلوقتي اتعرف على المميزات اللي ممكن تخلينا استخدم الالكترو كيميكال جريندينج. زي ما شفنا في الوركينج ان التلامس بين الوركبيس والويل وليل جدا وده بيديني دقة علاجة. من ضمن المميزات عندنا في الالكترو كيميكال مخلص على الوركبيس بقدر ان انا احصل على جميل او. وهي من ضمن المميزات برضو ان ما فيش اي ضغوطات داغلية بتتكون في الوركبيس. قدر اعمل بسهولة للماتيريا للصلبة جدا. ضمن المميزات بتاعتي ان انا قدر احصل على حواف كويسة انضيفة. طب ايه العيوب اللي ممكن تخليني ما استخدمش الالكترو كيميكال جريندينج? لان الماتيريا اللي بتاعتنا لازم تكون موصل جيد للكهرباء. وبالتالي لو انا عايز اعمل عملية الماتيريا مش موصل جيد للكهرباء. فبالتالي مش عارف اعمل لها. وبرضو من ضمن العيوب ان الانتاجية عندي في الماتيرينج دي بتكون قليلة جدا. والمتال ريموفال ريت بتاعها قليل جدا. يعني بقدر اشيل بيها من الوركبيس بس ببطئة او. وهي من ضمن العيوب ان الالكترولايت اللي انا بحطه او بستخدمه. ممكن يسبب لي كوروجين في الاكويمنت او تأكل في الاكويمنت. والوست اللي طالع من ممكن يسبب لي مشاكل كبيرة جدا في البيع. طيب والالكترو كيمكال ممكن استخدمها في ان انا اعمل ايه? واقدر ان انا استخدمها ان انا اعمل ماشين للماتيريالز اللي انا صعب اقطعها. بسميها هارد توكات ماتيريالز. واقدر كمان ان انا استخدمها ان انا شيء للفاتيج كراكس اللي ممكن تحصل فيه الحديد بس اللي موجود تحت المية. وزي ما شفنا في الانترو اللي في اول الفيديو من ضمن الابليكيشنز برضو ان انا اقدر اعمل بها عملية الماشينينج لسبائك قوية جدا. ولو عايز تشوف مكينات او ماشينز اكتر ممكن تتابع الفيديوهات اللي موجودة في القناة.